السلام عليكم ومرحبا بكم اتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سنتشارك معكم 3 الوصفات للمكون الاساسي هو السميدة ممكن تقدمهم سواء اللفطور او القطف العشية كيتحضروا بسرعة مكونات البسيطة ومتواجدة في اي بيت ويجيو اللذات بسرعة اتمنى ان شاء الله ان الاقتراحات ديال اليوم يعجبكم وتستبدو معايا في هذا الفيديو هذا ويلا نبدأ بسم الله بسم الله اول وصفة غدي مدى التحضير ديالها لهي ملوي حرشة او حرشة ملوي مهم مزيج بنتهم وبجوج كيتجي اللذات بسرعة بسرعة بسم الله فلقينا عندي هنا زلافة ديال الدقيق الابيض مايو عادي تلتمية كرام بنفس القياس ندير زلافة ديال سميدة باش كنحضروا الحرشة او البسبوسة تهي نفس القياس تلتمية كرام ضفت معلقة صغيرة ديال السكار معلقة صغيرة ديال ملحة او حسب نصف ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز ونبدأ كنجمع العجينة ديالي بالماء دافي تقدروا تديروا خليط بالحليب والماء يعني كتطفوا واحد الكاس ديال الحليب دافي ومن بعد كتكملوا بالماء او في بلاس الحليب دافي تديروا لواحد المعلقة او جوج معلقة كبار ديال الياغورد الطبيعي او الحليب بودر المهم انا مادرت شقاع الحليب يعني جمعت العجينة ديالي غير بالمدافئ وراح تيجي مسمى لرطب او يعني مورق والديد بالسعف مهم خصها ضروري ادليك مزيان وخصها القياس الكافي ديال الماء يعني كيف عارفين فاسمي ذا كتشرب يعني خصها حقها ديال الماء باش كتحصلوا على نتيجة ناجحة مهم هذين بقى مستمر راكا نضيف الماء تدريجيا شوية بشوية بعد ما كتجمع لنا العجينة كندلكها تقريبا ديك خمسة ديالتقايق اما كدلكوها كبدا ديكم او كددلوها في العجينة الكهربائية المهم تيكون في الاخير هذا هو القوام ديال العجينة ديالنا يعني في الول كان لون ديالها صفر شوية دابا ولا ابيض بحكم يعني كان دلكوها مزيان فراح تيتغير اللون ديالها سافي مباشرة غادي نقسم هنا العجينة ديالي لثلاثة ديال الكورات غادي نحضر ثلاثة ديال الملويات كبار او متوسطين في الحجم ديالهم بغيتوا تدروهم صغار دروهم صغار مهم الحجم لحسب الطق ديالكم قسمت العجينة ديالي لثلاثة ديال الكورات دائما انك يفعارفين كنوزن العجينة دهنتها كب شوية ديال الزيت من الفوق وغادي نغطيهم بلاستيكا ونخليهم جانبا كيرتاحوا على مكان نحضروا باقي الوصفات المرة الآن تحضير الوصفة الثانية اللي غادي تكون عبارة على غريبة او دوازتاي اللي تهية غادي نحضرها بسميدة كتجي الديدة بزافت من ان شاء الله تجربوها وتعجبكم دائما كنحضرها كجميع المكونات فوق سطح العمل باش ما كان ننسى تشي حاجة او نبدو في الايناء غادي ندير هنا ثلاثة ديال البيضات نسمى هذه الغريبة بشوية ديال الفاني مع مبشور ديال الليمون الحامض نحضر هذه الغريبة باللوز والسميدة يعني في بلاست ديال الغريبة ديال السميدة والكوك نديرها بسميدة واللوز وكيف عارفين فاللوز كي توتل ما دقت يلوه مع الفاني ومع الحامض كي يجي يسالا نضيف كاس ديال السكار ما يعادي المية وخمسين كرام وهذا نخلط جميع المكونات بالخلاط هكا اليداوي حتى يدروا بنا تماما ذاك السكار مع البيض تقدروه في الخلاط الكهربائي هكا يتطرب لكم واحد جوج دقائق هكا المهم اللي بغيتو سوف نضيف كاس ديال الزيت ما يعادي المية وخمسين مليليليتر ونبقاها مستمرة كنخلط فهذا الغريبة هدي هي قديمة كاتشي الديده بزاف النوع هكا في الوصفات بحكم سنحضر بسبوسة بالكوك حضرنا ملوي حرشاء او حرشاء ملوي فقلت هاد الغريبة هدي او هاد دوازتي هادا نديروه باللوز كالنوع من التغيير في الماضاق وفي الشكل سافي من بعد ضفت زلافة ديال البودرة ديال اللوز ما يعادي الميتين جرام انا استعملت اللوز بالقشرة دياله وطحنته حتى حصلت على بودرة اللوز مم حمر مد حاجة ضفت معه شوج معالق كبار ديال الدقيق الابيض واحد القبيصة ديال الملحة واحد النقيطة ديال الروح ديال اللوز اختياري بغيت كان عندكم ديروه ما كانش عندكم مشي مشكل غير انا حيات استعملت اللوز الرومي فما تكونش الماضاق دياله هكا قوي او مجهد لذلك قدرت ديال الروح ديال اللوز دائما يعني فوق ما كان نحضر هات الغريبة هاتي كتاخد لي 300 كرام ما زيدة ما نقصة تيكون هدا هو القوام دياله يعني كتبقى خفيفة وكتلسق لنا عكا شوية بالاصابع فهذا الاتناء اعلى ما كترتاح لنا او كتشرب لنا هكا الخالد هذي نمرو باش نحضروا البسبوسة اللي كتتحضر بسرعة يعني هكا حاولت ندير معاكم كل حاجة وحدة مورا وحدة كيفاش حضرتها باش يعني كتربحوا الوقت وما كيضي عليكمش بسم الله في الكاس ديال الخلاط درجوش ديال البيضات دائما البيض يكون بحرارة ديال المطبخ هذي ندير غير الفاني في هذي البسبوسة هذي حيث دوازتها رحنا نديرين فيه الحامض سافي ضفت واحد الكاس ديال السكر مايو عاديل 150 كرام درتوها كاف الخلاط حتى يعني كيدوب لنا تماما من بعد ضفت كاس ديال الزيت هذي نضيف كاس ديال العصر ديال البرتقال وعلبة ديال الياغورت بالنك هذي الفاني تقدروه في بلاست العصر البرتقال والياغورت ديروش كسان ديال الحليب وكاس ديال الماء معه واحد العصر ديال الليم والحامض او عصر ديال برتقالة وحيدة المهم اللي كان مطفر عندكم عاودت تحنت هذي المكونات كلها مع بعضياتها ومن بعد ضيف كاس ديال الكوك او جاوز الهند انا هنا حيث عندي شوية حرش فلذلك قلت نعاود نتحنه باش هكا يتتحن الناشي شوية وما يبقاش هكا باين بني نكونو كانت تناولو البسبوسة سافي بعد ما طحنت يعني في الاخير الجوز الهند مع باقي المكونات كنسبو الخليط ديالنا في واحد الإناء هننضيف هنا كاس ديال السميدة كاس ديال الدقيق ما يعادل 100 جرام نضيف كذلك واحد القبيصة ديال الملحة كيس ديال الخميرة ديال الحلوة من وزن 8 جرام وكان خلطو جميع المكونات مع بعضياتها كيف عارفين رحنا دارين فيها الكوك او جوز الهند ودارين فيها السميدة فراها كتشرب وكشتر مكونات ديالها بسيطاج وشبيضات كاس ديال الدقيق كاس ديال السميدة كاس ديال الكوك يعني اشياء اللي كتكون متواجدة في اي بيت مباشرة غدي نصب الخليط ديالي في هاد المل فرديا كي قلت لكم في الاول تقدروا هكايا في مل عائلي او في مل كبير يعني بحجم عائلي بالنسبة هنا اللي مل فدهنتهم بزبدار شتعليهم شوية ديال السميدة كانت واحد الاخت خلت لي تعليق قلت لي ان البسبوسة كتلصق لها في المل يعني هي خصها المل يترش بسميدة ماشي بالدقيق يعني باش هكا ما تلصق لك مهم انا جاوبتك ورمزان غدي نخليلك جاوب في التعليق ديالك سافي مباشرة غدي نبقها ككنصب الخليط ديالنا في المل كنعمرهم يعني ثلوتين ديال المل الفران اني شعلته كي سخن قبل ما بديت كان نوجد البسبوسة شعلته كي سخن حيتي هي مخصها تشرب موالو يعني غير كنحضروها تقريبا كتوجد في ديك خمسة ديال الدقيق يعني كتطريق يعني المدة ديال التحضير ديالها وكندخلوها مباشرة الفران فأنا هنا يدرتهم هكا فرديين باش من من ان شاء الله غدي نحتفظ بيوم في المجمد نبقى هكا كل نهار او يعني اليوم هكا نقدمها غدا نقدم حاجة واحد اخرى بعدو نعاود نقدم البسبوسة هكا يعني كتبقى الحاجة محافظة على الشكل دياله ماشي بحالي ندرناها بحجم كبير يعني كتقطعو هذا ما كتبقاش يعني زوينة في المنظر ديالها سافي هنا يا بنسبة التزيين ديال البسبوسة هادو كل اللي في المول الضايرين غدي نخليهم هكا يعني حتي طيبوعة غدي نزينهم بالكوك بنسبة اللي في المول هكا مول بيضاوي او اوفال غدي نزينهم الفوق برقائق اللوز تقدرو حتي طيبوعة ترشع لهم رقائق اللوز ليكون محمر المهم انا قلت ندلو هكا تزيين يطيب معا سافي بعد ما غدي نكمل تزيين ديال البسبوسات ديالنا غدي ندخلهم الفران ليس خن من قبيع لدرجات كل مية وتمانين درجة شعلت عليهم غير من التحت حتاجتهم انهم تحمروا من الجوانب وطابونا وعدك ساعة كعنشل عليهم من الفوق باش كيتحمروا لي نحتى من الوجه ديالهم سافي بعد ما دخلت البسبوسات ديالي الفران كي يطيبو هالي نبدأ نشكل الغريبة ديالنا باش علما كتب لنا البسبوسات تكون الغريبة شكلتها ومباشرة ندخلها الفران يعني هكا الفران مشعول مشعول يعني كل شيء يطيب دقة واحدة كي يطيبو هكا كي سالنا ان نشكلها ما كتبقاش كتب لنا في الاصابع ديالنا وحتلاجات كل ما زال شوية خفيفة كتب قد دهنوا بشوية ديال الماء مزهر أو الماء عادي مهم انا درت غير الماء كادي مرة 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 وقد بدأ كنشكل كويرات من وزن 20 كرام مهم انا ديال الغريبة هاتي هكا الحجم ديالها متوسط بقيتوهم كبار كتب قد ازيد بقيتوهم صغار كتنقصوا سوف نقوم بعمل كويرات في الصينية الفرن وستمرة حتى نكمل كمية كاملة بعدما كملت تشكيل العجين سوف نزينها كامل فوق بوحد الحبة اللوز نضغطها في الوسط ونضغطها قليلا لن تكون مكركبة جميلة سوف نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل زين الغريبة كاملة سوف نقوم بقربة الطيب اخذت ليا 20 دقيقة في الطيب بعدما كملت تشكيل الدوازاتي او الغريبة بالنسبة للطيب الغريبة شعلت عليها من تحت ومن فوق نضغطها من الجهتين من دقة واحدة لا يحتاجنا نتجل طيب مدة طويلة كيف تعرفين فيها سميدة ونضغطها من الجهتين من الجهتين وفي نفس الوقت سوف نضغطها من الجهتين ويكون هذا هو شكل البسبوسة بعدما طابوا وتحمروا لنا تأتي هكذا الشكل ويكون هذه اخرج ترغطها من الجهتين حينها مباشرة ويكون الغريبة سينتصونا ونصنقهم بحصر البرتقال وبالنسبة للبسبوسة حتى نخرجتهم البرتقال تقريبا تقريبا 1 أو 5 دقيقة ونزولهم من المل يعني كام نزولهم من المل ونزولهم من المل نسقيهم من بعد لا يسكنون البس بوسات في المل نسقيهم بعصر البرتقال تستطيع التسكيل الماء مع نس كاس السكر و شريحة الليمو الحامض يطلق الحامض في السيرو و تسقيوه به او تقدروا الدهنون بالمربى او تقدروا خليط دي العصر البرتقال و المربى دي المشماش او المربى دي الحامض المهم لكم الاختيار بعد ما سقيتهم غدا نخليهم هكتي تشربهم زيان دك العصر دي البرتقال و من بعد نزولهم المول و نقدمهم الآخر شيء نكمل تحضيره وهي الملوى حرشة او الحرشة ملوى بعد ما كملت طيب البسبوسة كذلك الغريبة ديالي راها مازال في فران كالطيب مهم يديها كاو يديها كاو يديها كاو نبدأ باسم الله هكا في التحضير ديال العجينة ديالنا كيشتو هنا يرها ارتاحت وولات مرخوفة ومطلوقة مزيان كندهن سطح العمل بشوية ديال الزيت و كان بداها كنورق العجينة ديالنا بالنسبة انا دير خليط ديال الزيت و الزبدة و دير مع شوية ديال السمن كيشبني هكا في الملوى او في الملوى او في المخمار تعطي واحد لما داق سويل كلمته هكا كنورق العجينة ديالنا حتى يعني كنتلقوها مزيان تولي رقيقة و يبالينا سطح العمل و من بعد ديال رشها بخليط ديال السميدة و الفينو انا مخلطاهم بشوش و سوف نطوي يعني الملوى ديالنا او المسمن ديالنا عادي يجيها الفقنية الوسط وتحت النيا الوسط و سوف نطوي يعني هاد الشريط هادا الى نصفين دائما فحنا رحنا كنطوي و كندهنوها كا بالزيت والزبدة و كنرشو بالخليط ديال السميدة و الفينو و غدا نخلي هاد الشريط هادا جانبا كيرتاح و نفس الطريقة هادا نديرها العجينة الثانية و الثالثة سوف نقوم بخليط دائما بخليط ديال الزبدة و الزيت كان رشب شوية ديال السميدة و الفينو و كان بداء كان يعني كان مدد و كان نلوي ننكون و كاللوي و العجين فما نزيره هاش بزيف يعني تبقى هكا شوية مرخوفة يعني فراح ك كتشوفو را كان نجبد هكا كنطول العجينه شحال ما طولنهاش حال ما كيجي دو كلويات اكتر و كيجي باين فيها الفوتاج أو الطريق في المسمن في الملوي عفوا سوف نضيفه في الجوانب و نجمعه في الجناب و سوف نضيفه نفس الطريقة بالنسبة للشريط الأول و الثاني سوف نضيفه تقريبا 5-10 دقائق لكي يرتاح لكي يسال لنا أن نسطه ثم حدثت 11 دقائق تضيفه كالعجينة و مصدفة الـ نحضر المخمر أو البطبوط المقلعة تسخن ومقلعة دائما طقيلة ومددها أو طيبها مباشرة لا نجعل العجين في هذه المرحلة لا ترتاح هذا هو الشكل البسبوسات ومقلعة أخرى ومقلعة فقير ومربعة المشماش لتعطي للمعة أو البريون الغريبة تهيارها طابت ووجدات خلتها تبرد أقسمت لكم مرة أخرى لترى من الداخل ومعلكة بحكم دائرين في هذه المرحلة بالنسبة للمقطع الطيب الملوي ستتمحلها لكن الطيب عادي كان يقلب الملوي إلى جهة حتى يطيب لنا ويتحمر ستتمحلها لا يوجد شيء سعيد أو لا يوجد طيب الملوي ستتمحلها نهاية الفيديو اليوم المكون الأساسي سميدة حضرنا فيها ثلاثة الوصفات ملوي حرشة أو حرشة ملوي نتمنى إن شاء الله تجربوه كي يجي الفيل بثاف وتيجي المدق مغاية على الملوي العالي اللي كان حضرها بالفينو والطحين حضرنا كذلك غريبة بسميدة واللوز حضرنا بسبوسات فرديين بنسبة لطريقة الاحتفاظ بهم بعدما يعني كي يبردوا تماماً دلوهم الزين ديالوما نهنيا بنسبة هدو كلي دايرين نزينتم هكا بشوية ديال الكوك وقدروا مكاف بلاستيك غدائي ودخلوهم المجميذ فوق ما يعني بغدوا تقدموهم كتخرجوهم تخليهم غير يتلقوا في الحرارة ديال المطبوخ وكتقدموهم فرطة يبقاوا مزيانين كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم تمنى إن شاء الله يكوناش بكم تكونوا ستفتوا معي فيه ولو بالقليل في انتظار اقتراحتكم اراءكم كذلك الدعم وتشجاه ديالكم ما تنسونيش مصالح الدعاء ديالكم صحة والرحة والسلام عليكم